شهدت محافظة المينيا تاتشين فاعلية بداية أمل بمدينة ملوي ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري وزعت الفاعلية وشهدات لمحو الأمية على 35 دارس في إطار برنامج تكافل بلا أمية الذي تنفذه مدرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار واتفقد المحافظ عماد الكدواني أيضا مشروع المصريون يتعلمون الذي يشارك فيه 120 متدربة ومشروع ألف بنت ألف حلم الرياضي وزار المحافظ مركز التأهيل والتخاطب للذوي الهمم ومعرض الحرف اليدوية وشارك في حضور عروض الكاراتي وكرة القدم بملاعب مركز شباب ناصر بمحافظة المينيا